حين تقع كارثة إنسانية، هناك بعض الأمور الضرورية للسمود مثل الغذاء والمياه والمأوى والأدوية التي يجب أن تصل بسرعة إلى المجتمع المتأسر بالأزمة. ولكن هذه ليس بالأمر السهل والبسيط. على الرغم من التحديات، العمال الإنسانيون حاضرون دائماً لدى وقوع كارثة. التنصيق ضروري خاصة في بيئة معقدة كتري. التجمع اللوجستي هو مجموعة من المنظمات التي تعمل وسوياً لتحسين الاستجابة اللوجستية في الكوارث. تم اختيار برنامج الأغذية العالمي كوكالة رائدة للتجمع بسبب خبرته في الحقل اللوجستي الإنساني. الخدمات اللوجستية هي أساسية وحاجة ضرورية في أي عملية وحاج الأساس في كل فرض أكان صغيراً أم كبير. بالنسبة للعمال الإنسانيين، الخدمات اللوجستية تعني نقل من النقطة ألف إلى النقطة ب. فلنأخذ المسأل التالي، هذه المنظمة هي بحاجة إلى نقل مواد طبية إلى هذه العائلة. يجب أن تنقل هذه المواد الآن، ولكن صائكي الشاحنات في المنطقة قد هربوا من المنطقة، والشاحنات المتبقية قد أخذت، ولا يوجد وقود متبقي. كما أن الأمطار والسيوغل قد جعلوا الطرقات غير سالكة. الحدود مقفلة بسبب استمرار الكتار، والسفن لا تستطيع دخول المرفأ. على المنظمة أن تترك مساعداتها هنا في الوقت الحالي، ولكن أين بإمكانها تخزينها؟ وكيف بإمكانهم أن يقوموا بإبلاغ باقي المنظمات بهذه الموانع بسرعة؟ التجمع اللوجيستي يقوم بتأمين الشحن للمواد الطارئة عبر البر، والجو، والبحر، والأنهر، عندما تكون المنظمات الشركة بحاجة لذلك. عندما لا يكون الوقود متوفر، نقوم بتوزيعه. نقوم بجمع ونشر المعلومات الضرورية لمساعدة المجتمع الإنساني على أخذ قرارات مطلعة. أخيراً، نعمل على التنسيق بين مئات العاملين الإنسانيين. لأنه عبر العمل معاً وحسب، يمكن للمجتمع الإنساني أن يستجيب للحاجات بفعالية وكفاءة. عبر دعم بالخدمات اللوجيستية بطريقة سريعة ويعتمد عليها، وبالمعلومات وبالتنسيق. يطمن التجمع اللوجيستي أن يكون للمجتمع الإنساني القدرة على إنقاذ الأرواح.